موسيقى تقدمنا لهذه الانتخابات بمشروع أوسمناه بالفرصة التي لم تتكرر الشعب الزائل وركزنا على الفرصة حتى لا تضيع هذه الفرصة لأنه بالنظر إلى الواقع السياسي بالنظر إلى الواقع الإقليمي والدولي بالنظر إلى كل الإرهاصات التي ستؤدي إلى تشكيل عالم جديد نحن ينبغي أن لا نضيع الفرصة حتى نصود تجاه كل هذه الإنخلاطات والإكرهات التي تستهدف وطننا إخواني أخواتي لقد تحدثت في كل الولايات على موضوع التنمية وعلى موضوع المشاريع وعلى موضوع الاحتياجات ولما وصلت إلى وإنها تمسيلا قدم لي فريق الخبر الذي يرافقني مشروع ورقة لأهم التحديات والاحتياجات أخبرتهم بكل تواضع أن موضوع التنمية في الولايات اسمحوني أن أتكلم فيه مما أعرف لأنني عشت مناظلا من أجل التنمية في هذه الولايات عشت منتخبا عشت مساهم في فترة وفي العديد من المشاريع حفظنا احتياجات ولايتنا من الماء والمرق والمتالس والجامعات حفظنا احتياجات ولايتنا من ضرورة تشجيع الاستثمار وتشجيع الفلاحة والبحث عن الماء الصالح عن الشرق وإصاله إلى الناس حفظنا مشاكل فلديتنا في جنوب ولايتنا وفي شرق ولايتنا حفظنا احتياجات مواطنين عرفنا ما يعانيه سكاننا من فجارة تنموية جعلت هذه الولاية التي تضم العديد من المقدرات التي تؤهلها إلى أن تكون ولاية القطر وقد أدرجنا ببرنامج الانتخاب أنه ينبغي الاهتمام بمجوعة من الولايات الصعبة النوية واقتصاديا من أجل أن تكون ولايات من أقطار لأننا أدرجنا في برنامتنا تعافدا مهم وهو ضرورة إعادة النظر في التنظيم الإقليم والإدارة بالجزائر باستحداث أنماط جديدة في تشكيل الولايات وباستحداث ولايات جديدة وبنزع الضاغرة من القروس الإداري وبجعل البلاديات والولايات هم وحدة الإدارية الوحيدة من أجل إصلاح الإداري ومن أجل التخلص من البيروقراطية ومن أجل التخلص من تعضيل المشاريع وتعضيل البارانس ومن أجل التخلص من الوسائل التي لا تساهم في إعطاء الواضي حقه وفي التكفر في انشغالاته